طيب هل الطفل بيتولد بشعر ولا من غير شعر الشعر ممكن يكون خفيف وفي بعض الأحوال من غير شعر خالص وفي بعض الأحوال تقيل لكن في كل الأحوال مش ده شعر الطفل اللي هيكمل معاه هتقولولي يعني ايه هقولكو مصطلح بيقولوا بقى الناس الكبار البركة يقولوا ده شعر البطن يعني ايه شعر البطن يعني هذا الشعر هو المصاحب للجنين الذي كان مصاحبا للجنين خلال فترة الحمل تمام فلا يمكن طبيا نستشف منه أو نستنتج منه حالة الشعر عند الطفل ده أو الطفلة دي بعد كده يعني لما طفلة تتولد من غير شعر خالص وهي طفلة بنت فالأهل بقى الأب والأم والعيلة يقولوا انا ريسود دي ما عندهاش شعر كده دي هتطلع شعرها قليل وشعرها خفيف خالص كلام ده خطأ والعكس صحيح لو الطفلة أو الطفلة تولد بشعر تقيل أحيانا فيها تولد بشعر تقيل كل الشعر ده بيقع بالتدريج وبيتدي يطلع الشعر الجديد اللي هو شعر الطفل بقى اللي هو الخاص بمرحلة ما بعد الولادة